أسعد الله صباحكم صباح الخير يا أطفال كيف حالكم؟ أرجو أن تكونوا بصحة جيدة إذن فلنردد دعاء هذا الصباح إذن أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن أحبائي هل أنتم مستعدون؟ فلنبدأ على بركة الله أيام الأسبوع كم عددها؟ إذن أيام الأسبوع سبعة وهي نرددها الإثنين الثلاثة الأربعة الخميس الجمعة السبت والأحد إذن كم عدد أيام الأسبوع يا أحبائي؟ نعيد مرة أخرى أيام الأسبوع سبعة وهي الإثنين الثلاثة الأربعة الخميس الجمعة السبت والأحد جيد؟ إذن سنردد بحول الله أيام الأسبوع شكرا لكم على استمار إذن أبنائي قولوا لي كيف يبدو الجو اليوم في نظركم؟ كيف يبدو الجو؟ إذن سنتعرف على الجو أو الطقس كيف يبدو اليوم؟ هل الجو بارد؟ أم دافئ؟ بمعنى الجو معتدل؟ جيد أم الجو حار؟ مشمس وحار؟ جيد سنتعرف على الأشكال الهندسية جيد جيد؟ إذن سنردد الأشكال الهندسية دائرة مربع مستطيل مثلث شكل بيضاوي معين جيد؟ لماذا سمي هذا بالشكل بيضاوي؟ لأن هذا شكله يشبه شكل البيضة جيد؟ إذن بيضاوي إذن البيضة التي نتناولها شكلها يسمى بيضاوي جيد؟ أعيد مرة أخرى دائرة مربع مستطيل مثلث بيضاوي ومعين كم عدد فصول السنة؟ إذن في السنة أربعة فصول هي فصل الخريف فصل الشتاء فصل الربيع أخيرا فصل الصيف جيد؟ إذن سنتعرف كذلك على بعض من الألوان التي لدينا إذن اللون الأسود اللون الأصفر اللون الأصفر اللون الأخضر اللون الأخضر اللون البني اللون البني اللون البنفسجي اللون البنفسجي اللون الأبيض اللون الأبيض اللون الأزرق اللون الأزرق أخيرا اللون الأحمر اللون الأحمر جيد إذا سنرد هذه الأشياء بحول الله ثم نرسل في سجيلا صوتيا نتضمن طقس بالإضافة إلى تسمية بعض الأشكال الهندسية وكم من فصل الذين في السنة أخيرا نسمي هذه الألوان شكرا لكم عيس إذا المسموح حرفي هذا الأسبوع الحرف الذي لدينا هذا الأسبوع أو الصوت الذي لدينا في هذا الأسبوع هو كالتالي الصوت ث وحرف الث الصوت ث وحرف الث أعيد الصوت ث وحرف الث جيد إذن لابد لي أن أخرج لساني أثناء نطق هذا الحرف جيد حرف الث قلنا البارحة يختلف تماما عن التاء في النطق والكتابة جيد إذن حرف التاء ننطقه بتاء جيد وهذا عندما ننطقه نخرج لساننا كما أن التاء لدي نقطتان والثاء لدي ثلاث نقطة على شكل مثلت كما ذكرت سابقا جيد إذن الصوت ث وحرف الث الصوت ث وحرف الث إذن هنا سنقرأ بعضا من الكلمات المتضمنة للصوت ث جيد إذن لدي ثوب سوب سوّب سعلب 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 سمار 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 سلاسة سلاسة سعبان سعبان صور ثور ثور ليث 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 هو اسم للأسد جيد للأسد الكثير من الأسماء جيد العديد من الأسماء للأسد جيد من بينها ليث نقول أسد ليث يسمى كذلك درهم كذلك يسمى غضنفر لديه الكثير من الأسماء ولكن لديهم هنا هنا هو ليث لأنه يتضمن الصوت ث ثامر ثامر جيد هذا اسم ولد جيد نقول ثامر أحيانا نقول تامر هناك من يسميه ثامر وهناك من يسميه تامر بالت جيد ثم تلوث تلوث إذن ما هو الثلوث استسمع التلوث هو هذا الدخان الذي يخرج من هذه السيارات ووسائل النقل عموما أو من المصانع هذا الدخان يسمى الثلوث لماذا يسمى التلوث لماذا لأنه لأن هذا الثلوث يسبب التلوث يختلط مع الهواء ويصبح لدينا هواء غير نقي في الطبيعة جيد يصبح لونه أسود جيد ورائحته جد مقززة ومقرفة جيد إذن رائحة البنزين وما إلى ذلك احتراق البنزين وما إلى ذلك جيد إذن سنقرأ بحول الله تلك كلمات ثوب ثعلب ثمار ثلاثة ثعبان صور ليث ثامر تلوث جيد إذن سنقرأ بحول الله ثم نرسل إذن رجاء أحبائي خذوا معي كتاب القراءة جيد خذوا كتاب القراءة صفحة 66 صفحة 66 إذن بحول الله سنتعرف على الكلمات المتضمنة لحرف هذا الأسبوع الذي هو حرف الث إذن لدي حرف الث في أول كلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة جيد إذن قلنا الث لديه ثلاث نقط جيد كمانا أخرج لساني أثناء نطقي لهذا الحرف جيد إذن تعرفنا على هذا المشهد البارحة جيد إذن سنقرأ الجملة الخاصة بهذا المشهد بحول الله إذن ثعبان تحت محراث عثمان أعيد ثعبان تحت محراث عثمان أعيد مرة أخرى ثعبان تحت محراث عثمان جيد إذن ثعبان يوجد تحت محراث عثمان الذي يدفع المحراث جيد ثلاجة 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 ممثلة س ممثلة تمثال ثال ثال ثا تمثال أثاث ثن 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 أثاث إذن سأقرأ هذه الصفحة فقط لهذا اليوم جيد أما صفحة 67 سنقرأها يوم الخميس بحول الله جيد إذن سنكتفي بقراءتنا لهذه الصفحة اليوم فقط ثم نرسل القراءة أو تسجيلات الصوتية الخاصة بقراءتكم لهذه الصفحة جيد إذن سأعود مرة أخرى ثعدان تحت محراث عثمان ثلاجة ثلاجة ممثلة ممثلة تمثال أساس إذن أشكركم حسن الاستماع إذن نرسل تسجيلات الخاصة بقراءتكم لهذه الصفحة بإذن الله شكرا لكم أعزائي إذن ننتقل إلى مادة البحث جيد ننتقل إلى مادة البحث الخاصة بحرف الث إذن قلنا حرف هذا الأسبوع ما هو؟ هو الث جيد إذن هنا كما تلاحظون معي في الوثيقة لدينا مجموعة من الصور أو مجموعة من الصويرات جيد إذن عما نبحث نحن؟ نبحث عن الت أم نبحث عن الث إذن نحن نبحث عن الث قلنا كم من نقطة لدى الث لديه ثلاث نقطة ليس نقطتان انتبهوا لديه ثلاث نقطة جيد إذن في هذا التمرين لدينا كلمات متضمنة للت بنقطتان وهناك كلمات متضمنة لحرف هذا الأسبوع الذي هو الث بثلاث نقطة جيد إذن سنتعرف على هذه الصورة أولا جيد إذن لدينا توت سمعتم الصوت ث أم لا إذا سمعتم الصوت ث ستلونون لم تسمعوا أتركوا الصورة جيد لدينا ثعبان إذا سمعتم الصوت ث سألون الثعبان لم أسمع أترك جيد ثم ثم تمر 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 إذن نبحث نحن عن الث ثور 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 إذا سمعنا الث طبعا سنلون لم أسمع سأترك جيد ثم تين 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 دائما نعتمد على السمع في هذه المادة إذا كنت سمعت الث سألون لم أسمع سأترك ثم لدي ثم لدي ثعلب 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 جيد إذن سترسمون إن كنتم تتقنون الرسم طبعا بلا وإن كانت لديكم مشقة لا تستطيعون الرسم بإمكانكم كتابة الكلمات فقط جيد إذن أو رسم فقط الصور المتضمنة للث جيد إذن لا بأس بذلك ولكن سأكتب هذه الكلمات ثم ألون حرف الث في هذه الكلمات إذن سأكتب الكلمات المتضمنة للث كذلك للكلمات المتضمنة للث وفقط سألون الث الذي هو موضوع درسنا اليوم جيد إذن توت ثعبان طمر تين ثور فعلب جيد إذن سأبحث عن الث ثم ألونه بحول الله لا تنسوا ورجعنا تكتبوا تاريخ هذا اليوم كذلك اسمكم الشخصي والعائلي أو الاسم الكامل شكرا لكم على الإسلام إذن سنتمن بحول الله في مادة التعبير أو مادة التواصل الشفاهي تعرفنا على ماذا على المواصلات أو وسائل النقل قلنا ما هي وسائل النقل وسائل النقل هي التي تساعدنا على التنقل من مكان إلى مكان سواء كان هذا المكان بعيد أو قريب لا بأس بذلك جيد إذن هذه الوسيلة تمكنني من التنقل جيد ولكي أوفر الوقت كذلك لأنني إذا كنت أريد الدهب إلى مكان بعيد وكنت ماشيا على الأقدام لن أصل في الوقت المحدد سأتأخر كثيرا لكن هذه الوسائل سأخرها لله سبحانه وتعالى لكي نصل بسرعة ولكي كذلك أوفر الوقت جيد إذن تعرفنا على وسائل النقل قلنا هناك ثلاثة أنواع وسائل النقل البرية وسائل النقل الجوية وسائل النقل البحرية في الأسبوع الماضي تعرفنا على وسائل النقل البحرية جيد إذن اليوم بحول الله سنتحدث عن وسائل النقل البرية بمعنى التي تسير فوق الأرض تسير على الأرض جيد ليس لا تسير فوق الماء أو البحر جيد أو تطير في الجو لا أتحدث عن التي تتنقل عبر الأرض جيد هذا يسمى البر الأرض يسمى البر جيد وهذه التي تتنقل على البر لا بد أن تتوفر لديها عجلات جيد لا بد أن يكون لديها عجلات سواء كانت لديها عجلتان أو أربع عجلات جيد إذن لدينا هنا نماذج مثلا هنا في الصورة لديها سيارة هاته سيارة إذن تسير في البر جيد لديها أربعة عجلات لدي دراجة نارية لدي عجلتان إذن تسير على البر لدي الشاحنة إذن الشاحنة قد يكون لديها أكثر من أربعة قد يكون لديها ستة أو تمانية عجلات حسب حجمها إذا كانت ضخمة وكبيرة جدا يكون لديها أزيد من ستة عجلات فما فوق إذن شاحنة تسير على الأرض دراجة نارية كذلك على الأرض السيارة تسير على الأرض أو البر جيد كذلك القطار يسير على الأرض جيد إذن هو وسيلة نقل برية جيد لدينا كذلك سيارة الإطفاء جيد يستخدمها الإطفائيون إذن تسير كذلك على الأرض مثلا هنا لدينا كم عجلة لدينا في سيارة الإطفاء لدينا ستة عجلات إذن ثلاثة هنا جيد ثلاثة هنا وثلاثة في الجهة الأخرى جيد إذن هاتي وسيلة نقل تسير فوق الأرض جيد ابنائي كذلك الدراجة الهوائية هاتي تسمى دراجة هوائية إذن هل هاتي تطير في السماء مثل الطائرة لا أو تسبح في البحر أو تسير في البحر لا لا تستطيع جيد يمكن أن تتنقل فقط على الأرض جيد جيد جدا إذن لدينا دراجة ناري تسميها هوائية ثم سيارة إطفاء ثم لدينا قطار كذلك سيارة ودراجة نارية وشاحنة وكذلك لدينا سيارة إسعاف سيارة إسعاف جيد إذن هاتي يستخدمها لنقل المرضى إلى المستشفى جيد لديها أربعة عجلات تسير فوق الأرض أو على الأرض جيد إذن اليوم تعرفنا على وسائل المواصلات البرية جيد يمكنكم أن ترسل تسجيلا صوتيا يتضمن أمثلة أخرى لوسائل نقل البرية جيد شكرا لكم على الاستماع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر